كيف نقدر نكتب هؤلاء الأحرف داخل الدائرة بطريقة سهلة كثيرا يمكننا استخدام اختصارات مثلا 2, 4, B, 7 بعدين نكتب Alt و X وبهذه الطريقة يتحور للرمز B لكن طبعا يجب أن نتأكد أن موجود هذا الخطأ لنا أولا نذهب على Insert بعدين نذهب على Symbol بعدين نكبس على المزيد وهلأ تفتح لنا هذه القائمة أولا يجب أن نتأكد منه أنه لدينا هذا الخط وهو Areal Unicode MS ومن Subject نختار Inclosed لدينا هنا أكثر من خيار مثل المشاهدين لدينا الأسهم ومواضيع أخرى مثل المشاهدين لدينا كل حرف أو كل رمز لدينا هون Character Code وهو مثلا 2, 4, B, 7 وكاتب لكم تحت الشورتكات إذا كتبنا مثلا 2, 4, B, 7 ثم نفذل L2X يطلع لنا B وأما إذا كتبنا مثلا 2, 4, C, B ثم نفذل L2X يطلع لنا V بقلب الدوارة إذا لم يكن لدينا هذا الخط والتعالدن معي، لو نعرفها دائما لذلك ليس للنسي أولا نذهب على Google ونفتح هنا ونكتب البحث اسم الخط Area Unicode MS Font يظهر لنا من نتائج هنا مواقع كثيرة نختار المواقع الذي نريد نختار هذا مثلا C Fonts نكبس عليه ونفتح في صفحة ثانية يفتح لنا هذا الموقع ننزل له تحت ونضع زر Download ونقوم بعمل داونلود فقط يصبح لكم التنزيلات فتعمل له استخراج بعدها تفتح المجلد وتكبسوا هنا كبستين على اسم الخط وبعدها تكبسوا على Install أو تنزيل وهلأ أي رمز مثلا تحتاجوا بيتكنية مثلا أحرف داخل الدوائر مثل ما تروحها Symbol لهون أو يجب تدخلوا على قائمة Insert بعدها تروحها Symbol بعدها تكبسوا على المزيد وفيكم تحفظوا أرقامهم هلأ هون إذا ما كبستوا واخترتوا هذا الخط لازم تختاروا الفونت من هون هو هذا اللي علمتكم عليه قبل شوي ولازم تختاروا تكون Inclosed ومثل المشافية هنا عنكم هون الأحرف تقريبا كلياتها مثلا حتى بالصيني بالعبري بالعربي الأحرف اللي بتكن ياها كلياتها موجودة هون تتأكدوا من اختيار هذا الخيار وهون بيطلع لكم الأرقام أو الأحرف فيكم تختاروا الخيار اللي بتكن ياه فيكم تحفظوا مثلا الشورتكات أو الاختصار أو فيكم تدخلوا إلى هون وتعملوا الإضافة من هون تكبسوا هاي كبستين مثل المشافين كل ما نكبس كبستين عم ينضافه عنا بالخلفية كل شغلة منكبسة هون تطلع عنا بالخلفية ترجمة نانسي قنقر